أبرز المحاور التي طرقوها الدكاترة والأساس هي قضية عمل دور مؤسسات المجتمع المدني في إيصال صوت المواطن العربي إلى القيادات السياسية ونحن نعلم جميعا أن في نوفمبر بيكون في مؤتمر جامعة الدول العربية بيكون هنا في الجزائر وبيحضرون كل قادة الدول العربية اللي نحن نقدم لهم كل الحب والتقدير على جهودهم ودورهم لكن دور مؤسسات المجتمع الوطني ونعتقد هذه التوصيلات بتطلع إلى جامعة الدول العربية هو قضية مكافحة الأرهاب والتطرف تعزيز الأمن والاستقرار داخل الدول العربية التركيز على الجانب الاقتصادي والتجاري قضية المواطن العربي يجب أن يعود شعورها الطبيعي أنه ينتقل من دولة عربية إلى دولة عربية بكل أمام بكل استقرار أنا أعتقد نستطيع ندفع بهذا العمل إلى الأمام ولكن قبل هذه إزالة كل أسباب الخلافات هي استعداد جيد من أجل إشراك الشباب في عملية التواصل الأجيال وأحياء هذا المجتمع المدني وأستنهاضه وتحشيد طاقاته من أجل أن يدعم المجتمع ويدعم نهوضه ومن أجل أن يكون طرف في إنعاش الهوية والتمسك بها والوصول إلى سبل التعاون عبر المنطقة العربية وعبر الساحة العربية مح من خلال هذا اللقاء الجميل اللي أقدمت عليه الجزائر شيء منظم بتنظيم صح ويحتاج إلى أن هذه التجربة تكرر في أكثر من بلدان عربية من أجل خلق مجتمع مدني صحيح ضمن رؤية صحيحة تمتد إلى تطبيقها على أرض الواقع علينا أن يكون هناك تكامل تكامل ما بين الكل ما بين المجتمع المدني ما بين البرلمانات العربية ما بين الحكومات حتى يكون هناك صورة حية وواقع من أجل اليوم الرفع من مستوى الإنسان العربي الرفع من مستوى العمل العربي الرفع من قيمة الإنسان ففعلا المجتمع المدني يعول عليه اليوم كشريك حي للحكومات وكأيضا يافطة للعمل العربي اشتركوا في القناة